اشتركوا في القناة لقاءات جلالته مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وشعبيهم الشقيقين منوها المجلس بما وصل إليه التنسيق والتكامل بين البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة تعكس متانة العلاقات البحرينية الإماراتية ثم نوها مجلس الوزراء بنتائج قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي رئيس وفد البحرين إليهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيدا المجلس بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تبني المبادرات التي توحد الجهود الدولية حول الأهداف التي تنمي مسارات الاستثمار العالمي وتكفل الحفاظ على الأمن البيئي وفي إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا بمناسبة افتتاح دور الإعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى والنواب والتي دعا فيها جلالته وأصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد فقد أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق خطة التعافي الاقتصادي وفي ضوء العرض الذي تضمنته مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي فإن الخطة تستهدف تحقيق خمس أولوية تتضمنها برامج وهي خلق فرص عمل وعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنويا في الاقتصاد وتدريب 10 ألاف بحريني سنويا حتى العام 2024 وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 وأطلق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022 وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 بعدها أكد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة إكسبو 2030 منوها بما تمتلكه المملكة من قدرات ومهارات في تنظيم المحافل الدولية وريادة في توحيد الجهود الدولية نحو مواجهة التحديات وتعزيز أفاق التنمية والتطور ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس المزراء بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2020-2021 البالغة 289 ملاحظة حيث قرر المجلس إحالة ثلاث ملاحظات قد تشبها شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني وإحالة 12 ملاحظة إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية فيما أحال 274 ملاحظة للمتابعة الإدارية مع الوزارات والجهات الحكومية اثنان مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتين تستهدفان فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين ثلاثة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتنظيم كيفية التعامل مع الطلبات الخارجية باسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من نشاط إجرامي بهدف مكافحة الممارسات الفاسدة وإعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية أربع مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بخصوص طلب الأمم المتحدة بتطبيق اتفاق ينظب العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة بعد قرارها بفصل مهمه عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنماعي ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعدها أخذ المجلس علما من خلال تقارير أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمشاركة في أعمال اللقاء التشاورية السادس للدول الأسيوية المرسلة والمستقبلة للعمال والمشاركات الخارجية للوزراء وزيرات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين لشهر نوفمبر 2021 ترجمة نانسي قنقر